اشتركوا في القناة 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 الركاب ومن ثم يسمحها بالمرور باتجاه خارج نابلس تكمل طريقها هذه المركبات تكمل طريقها بجاه عورتها جنوب نابلس وعورتها إلى بيتها ومن بيتها إلى عقرب ومن عقربها تعود للاندماج بما يعرف دوار زعترة من الطريق من هنا إلى زعترة مغلقة تماما حاجز حوارة وحاجز زعترة مغلقاني تماما ويمنعان أي مركبة فلسطينية من الدخول أو الخروج حتى شارع حوارة الرئيسي هذا الشارع الحياة الذي يحب آلاف المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية الحياة يشلول به شارعا أهالي حوارة يعانون الأمرين حينما يريدون المرور من وإلى مدينة نابلس والطريق مغلقة بشكل كامل وكل الطرق الفرعية أيضا مغلقة بشكل كامل كل الطرق الفرعية مغلقة تماما سواتر الترابية هناك ممر واحد أو ممرين فقط أهالي حوارة بيقدروا يسكوهم حتى يصلوا للشارع الرئيسي ومن الشارع الرئيسي يمكن لهم إما الالتفاف والإتيال من هذه الطرق لكن أن يأكلوا من نابلس من حاجز حوارة فيمنى بذلك من عن بطن هذا نزج حال المنشآت الجنوبية في نابلس وما يجري في حوارة وفي بيهة وفي عورتة وما دمى وعصير القبلية وبورين وكل الجنوبية إضافة أيضا إلى ريف ومعين وكل هذه المناطق أكثر من مئة وثلاثين ألف نساء لا يستطيعون التحرك إلا بصعوبة بالغة جدا إضافة إلى أكثر من أربعة ألف قلسطيني في مدينة نابلس ليس له طريق إلا هذا الطريق إذا أراد الدخول أو الخروج إن وإن أشاهد أنا مركبات أحينات سيارات إضافة حتى خلاطات الباطن كلها سيارات الفرد لتنقل الركاب الطريق بدل من أن تأخذ إلى رامالة أربعين دقيقة فنتهي الريق على الأقل على الأقل ساعتين ذهب وساعتين إياب تالي الأمر ليس سهل على الإطلاق هذا شيء من أشكال العقاب الجماعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي تلاح المنطني الفلسطيني خاصة مع الإطلاق طوفان الأقصى يوم السبت الماضي كان القرار الفوري بتحويل ناس إلى سجن كبير وإغلاق المداخل والمخرج الآن هناك مثلا حاجة زي مربعة في الجنوب الجنوب الغربي عندنا صر في الشمال وفي الغرب عندنا دير شرف في الشمال عندنا حاجز السبعتاش هذه كلها تقريبا يتحكم بها الاحتلال الإسرائيل لا يؤمن أن نعرف متى يتم فتحها أو إغلاقها وبالتالي حياة الفلسطيني هنا في من مكان نظرا لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير أسبوع الشارع الحيوي جدا آجز أو طريق حيوي جدا يعني مئات آلاف عشرة آلاف المركبات تمر من هنا كما يقولون يعني لا ساح ولا رائع يعني نحن في هذه المنطقة ممكن حتى لا نسمع لهم محال التجارية لبنهاية شارع القدس لهم صحيح لهم أحد في هذه المنطقة الحال أغلق بك الكائه فقط سيارات المستوطنين هذه التي تصعد في المستوطنين مستوطنة إبراخة هذه جبنة مستوطنة إبراخة ويعرف بدور رائع أو نهاية شارع القدس هذا مجرد في جنوب نابلس حالة التي تعيشها إضافة لذلك هنا في كل تخط فعليات سيرات ساعة تنتين ليلا خرج مئات الشبان إلى هذه المنطقة وأشاهد آثار الإطارات المطاطية التي ما تزال مشاعلة حتى هذه اللحظة هناك إصابات خطيرة كانت في صفوف الركاب في صفوف المواطنين وفي صفوف أيضا الشبان جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي من الرصاص باتجاهه هناك أيضا كان إطلاق نار على مركبة في ساعات مساء أمس مركبة عموية في حوارة وأصيب عدد من الركاب وعضهم أيضا طابق خطيرة وبالتالي الاحتلال يطلق الرصاص على كل ما يتحرك كل ما يتحرك على مدخل بيته على مدخل حوارة في الشارع الرئيسي هناك تعليمات باستسلال إطلاق الرصاص على كل ما يتحرك على مدخل حوارة مركبة إنسان أي شيء الاحتلال بأي حجة إنه شعر أي خطر يتم إطلاق الرصاص من نية القتل بأي مباشر إذن هذه رسالة من نوب نابلس للتذكير قبل ما نختم اليوم الساعة الخامسة عصرا النقابات المهنية ستنظم المهنية مفتوحة لنقر نقابة المهندسين في نابلس تضامن مع قطاع غزة وهي تندرج في إطلاق الدعوات والفعاليات الكثيرة التي تنظم في هذه المدينة دعم لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليه إذن كانت هذه الرسالة من شارع القدس أو نهاية شارع القدس قرب حاجز حوارة وإغلاق الاحتلال الإسرائيلي الكامل لكل هذه المنطقة وقطع الطريق ما بين نابلس وبلدة حوارة وجوب نابلس بشكل عام لمزيد من التابعات سنكون في بث مباشر حال استجد أي جديد في هذه المنطقة المساعدة تنظر تنظر قد مسجد بشكل حوارة ماذا حوارة 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 من اشترك